وهنا مسألة هامة جدا وهي مسح الوجه باليدين بعد الدعاء هل هي سنة أم بدعة هناك حديث عند الإمام الترمزي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه إلى السماء لا يردهما حتى يمسح بيهما وجها صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني وكثير من أهل العلم عند الحنابلة فمذهب الحنابلة هي السنة مسح الوجه بعد الدعاء أما عند الشافعية وبعض أهل العلم قالوا أن الحديث ضعيف فإذا ثبت عندهم أن الحديث ضعيف جعلوا العمل به بدعة أما من ثبت عندهم أن الحديث صحيح جعلوا العمل به سنة فلذلك الأمر فيه سعة فإذا أردت أن تمسح وجهك بعد الدعاء فهو حسن وإن أردت أن تأخذ بمذهب من منعه فلا حرج أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر